على مساحة تقدر بحوالي 58 ألف هكتار يقع المنتزو الوطني طلصنطان الذي يعد واحدا من بين المحميات الطبيعية التي تضم منظومات بيئية ذات قيمة بيولوجية وإيكولوجية هامة المنتزو يعد الوحيد من نوعه بالمغرب الذي يضم تشكيلات لشجر الأرز تشغل مساحة تقدر ب3000 هكتار إلى جانب أزيد من ألف فصيلة نباتية يشكيل تلوت الغناء البيولوجي على الصعير الوطني وتتواجد به عدة أصناف من النباتات 1380 صنف من النباتات منها الشوح المغربي الذي هو صنف مستوطن وكذلك صنف الصنوبر الأسود الذي هو مستوطن بشمال إفريقيا المنتزو يعتبر نواة أساسية في مسلسل المحافظة على التنوع البيولوجي نظرا لما يتمتع به من تنوع حيواني حيث يضم أزيد من 35 فصيلة من الثديات أبرزها قرادة ماغو التي تنتمي إلى فصيلة المكاك النادرة سكان المنطقة هنا على علم بأهمية هذا الحيوان في المحافظة على المنظومة البيئية بالمنتزاة هو مكيدرشي إنه هو واحد الحيوان مكيدرشي عن المدار دياله عنده واحد المكانة دياله خاصة به مكيدرشي مكيدرشي مع الساكينة عنده كأنه واحد العلاقات طيبة مع الساكينة والحمد لله الساكينة ديالنا بدأت دفهم هذا الوضع واحد العيش إنسان أو اللذي كانت عندهم واحد شوية مكيدرشي مزيان مع بعضهم ولكن اليوم الحمد لله تصيبهم هنا أفضل طريق مكيدرشي واحد مكيدرشي واحد مكيدرشي واحد المنتزه الوطني لطلسنطان لا يخلو أيضا من إكراهات تتهدد منظومته البيئية تتمثل أساسا في الحرائق والرعي الجائر ناهيك عن اعتداءات متكررة على الأشجار والأراضي الغابوية إشكالات تفرض اليوم اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية لحماية المنتزه